تحت شعار تعليم أكاديمي احترافي لتحقيق رؤية الوطن أقامت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا الندوة العلمية الموسومة موقع ودور جامعة الدفاع في منظمة الأمن الوطني بحضور مستشار الأمن الوطني وعدد من كبار ضباط الوزارة والسيد الرئيس الجامعة تحت شعار تعليم أكاديمي احترافي لخلق رؤية وطن أقامت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا اليوم الندوة العلمية الموسومة موقع ودور جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا في منظومة الأمن الوطني وقد كانت الندوة عبارة عن جلستين أساسيتين تناولت أدوار ومهام الكليات المرتبطة بالجامعة وهذه الندوة خرجت بتوصيات مهمة تؤكد على بناء مؤسسات مهنية أكاديمية ترتقي إلى مستويات الجامعات الدولية سواء الأقليمية أو على مستوى العالم اليوم حضر الندوة السيد مستشار الأمن القومي وهذا حقيقة تعزيز لدور الجامعة بالمرحلة الحالية والمرحلة القادمة وطرحنا رؤية جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا لعام 2022 والأعوام القادمة ألقى رئيس جامعة الدفاع كلمته بهذه الندوة وأشار إلى تعقيق التعاون المشترك في رسم السياسات للأمن الوطني والسعي للتنمية المستدامة في منظومة الأمن تم خلال الندوة بيان دور الكليات ومؤسسات جامعة الدفاع من خلال الدراسات والبحوث بتطوير مدارك الدارسين والحفاظ على كيان الدولة من خلال الأمن الوطني وتحديد المصلحة العليا للدولة في أركان العلمي وبوابة المعرفة جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا إعلام وزارة الدفاع حنان محمد